تضم إلينا من الخرطوم مرسلة الغد عفراء فتح الرحمن عفراء إذن كيف هو الوضع الآن بشوارع الخرطوم؟ صباح الخير كوثر الوضع الآن في السودان خدمات الإنترنت مقطوعة لنحو عشرين يوما الآن الجسور التي تربط العواصم الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان مغلقة بقوات نظامية عدى ثلاثة جسور تربط بعض المدن وتأخذ وقتا طويلا جدا من أجل الوصول إلى داخل العاصمة الخرطوم اليوم كما هو معلوم دعا له تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير والعديد من الأجسام النقابية والمطلبية تحت مليونية أطلق عليها اسم مليونية الغضب ومعلوم أن جميع التظاهرات في السودان تأخذ ذروتها في تمام الساعة الواحدة ظهرا لكن الآن شوارع الخرطوم تشبه صباح الثلاثين من أكتوبر المليونية الأولى المناوئة للقرارات الأخيرة التي قام بها قائد الجيش السوداني الفريق أول رقن عبدالفتاح البرهان كانت الشوارع ذات الشوارع كأن الخرطوم عاصمة خالية من سكانها تماما الشوارع فارغة ستبدأ تدريجيا نحو الساعة الحادية عشر تنهارا وبعد ذلك تأخذ الذروة في تمام الساعة الواحدة العديد من الأجسام والعديد من السودانين غير المنظمين فقط الذين يتوقون لحلم الدولة الديمقراطية ماذا على المستوى السياسي عفراء؟ ما هي المستجدات؟ على المستوى السياسي كوثر فقط هو بيان قوى الحرية والتغيير الذي صدر يوم الخميس عقب إعلان المجلس السيادي حيث أطلقت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي على هذا المجلس السيادي إنه مجلس انقلابي على حد تعبيرها وقالت بصورة واضحة إنها لن تتعامل مع هذا المجلس وقالت أيضا إن الشوارع لا تخون والإجابة ستكون عبر الشارع أيضا دولة ترويكا تحدثت أن هذه الخطوة التي قام بها السيد قائد الجيش من تعيين المجلس السيادي خارقة للوثيقة الدستورية باحتبار أن الوثيقة الدستورية تضع المكون المدني في مجلس السيادة يعيره أو تعيينه قوى الحرية والتغيير الأمر الذي لم يتم وحذرت من خطوات مماثلة في إشارة واضحة لعدم أو إرجاء تعيين رئيس للوزراء كذلك فولكر وهو رئيس البحث الأممي المتكامل في السودان يوني تامس دعا الجيش وجميع القوات النظامية لضبط النفس وكذلك دعا جميع المحتجين للتمسك بالسلمية وكذلك بالأمس صدر بيانان عن السفارة الأمريكية الأول تحذر فيه رعاياها اليوم للتظاهرات التي سوف تنشب في جميع شوارع العاصمة الخرطوم متوقع بالطبع وبعض الأقاليم السودانية والمدن السودانية الأخرى وبيان آخر تحدثت فيه أنها تدعم التحول الديمقراطي وترفض الخطوات الأحادية الأخيرة طيب على المستوى الدولي هناك ترقب لما سيحدث اليوم ولمظاهرات اليوم بحسب المراقبين عفراء كيف ستحسم أو ستغير مظاهرات اليوم ربما من الوضع الراهن بالسودان كوثر الخطوة التي أقدم عليها الجيش تحدث في البيانة الأول الصادر في الخامس والعشرين من أكتوبر الفريق البرهان قائلا إن مدة أسبوع واحد سيتم تشكيل الحكومة السودانية بشقيها والمعنى بشقيها المجلس السيادي وكذلك مجلس الوزراء وحتى الآن أخذت وقتا طويل أن اليوم هو اليوم العشرين منذ الانقلاب ولم يتشكل إلا مجلس السيادة فقط تقريبا حتى الآن وتحدث أن نهاية موفامبر ستشمل جميع حياكل السلطة ومن أبرزها المحكمة الدستورية وكذلك المفوضيات وإلى آخره هذا الأمر لم يتم البعض عده أنه إرجاء وإبطاء في تعليل قيمة الحوار بين جميع المكونات وصولا لتسوية إلا أن البعض الآخر رأى أن خطوة تعيين المجلس السيادي قد قطعت الطريقة تماما أمام التحول الديمقراطي على العموم هناك العديد من المبادرات الإقليمية التي تقوم بها الأمم المتحدة سنتابع معك عفراء فتح الرحمن مرسلة الغد كلما جد جديد كنت معنا من الخرطوم شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر